اشتركوا في القناة له الحمد منك جم وله الحمد إلى أن يقال تم وله الحمد ما وراءها إلى حيث لا وهم ولا فهم لا يحيط به وهم ولا فهم وله السكر إذ ومول النعم بعثي لنا رسولا من أنفسنا أنفس العرب والعجم فعلم وزكى ورقى وربى وتمم وما تلاتم شهد له الحق في لفعله بأنه على الحق المبين ويهجي إلى الصراط المستقيم وخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا ولقنه أن يعلن قائلا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتين أنا ومن اتبعني اللهم صلي عليه صلاتك التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه وجعلنا من خير المصلين ومسلمين عليه وجعل صلاتنا عليه وصلت للمبرات وبابا لنيل المكرمات والصلاة وأخذنا بها من الظلمة في الثلاث ظلمة الوهم والجم والظلم وأقربنا بها من شنائل الفهم إنك ولي وجالك والقدر عليه اللهم إنك أنت النور فنوير بصيرنا بلون معرفتك وأنت الحق فتبت أقدمنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك أعمل سواك حز جارك جلت ناؤك ولا إله خيرك وبعد نجدد سلام عليكم سلام عليكم وحمد الله وبركاته من كرسيكم من بري تعليم المتفاضح نجدد الصلة ونحمد الله الذي وصل نحمد الله نجد نعمة نعمة تتمو الصالحات وتتجدد الوصلات ووصلات ونعلن استناف هذه الدروس القرآنية التدبرية المتواضعة في إطار الكرس العلمي وصل لمن قصع وذلك لما اخترى لها من حلة تناسب المقام ونعمل ونحن نستأنف بعون الله وعن إذنه أن تظل هذه الكرسي على خط البصائر والبشائر بصائر الهاجية والبشائر الحادية التي تحدونها وتبحتون وأن تظل أيضا مصونة مما وعما يشين القصاف ويشويها وما يقطع الوصل ونعودها بشني الأوصاف من ربنا صاحب الألطاف اللهم إننا نعوذ بك من كل قاصع ومانع ومكجر ومفجر وعننا مصولين بالذكر اللهم كما حببت إلينا فهم القرآن وتدبوره ويستردع لنا فهم حفظه وتذكوره سألك اللهم أنجعلنا من خيار وارثه الذين هم بداية مستمسكون وفي خدمته منامقون ولمفاتهم من بصائره مداركون ومتداركون عسى أن يكتبوا ضمن هدى حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته آمين آمين الحمد لله رب العالمين ومتداركون وأذكر شهد الحاضرين ونحن في هذه الرياض البهية رياض الذكر وفي صحبتي الذاكرين إن شاء الله والاجتماع المتقصد لأن ينال منها جلبات ماد يديه بالتواضع لرب لرب الله لرب هذا المقام لرب هذا البيت وقل بيوت الله وضافة إليه إليك يجي منك الأياج تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطل أمين وأمن للأمين بسرها وإن عثرت حول أمون وتحمل قلت أذكر السيد الحاضرين والمتابعين معا أذكر بأننا لنستأنفة من حيث انتهينا إليه بأننا انتهينا القسم تالت من أقسام سورة السنة سورة البقرة وقسم الأحكام والذي يجيب يقول إله وإلهكم إله وإله واحد وبالضبط انتهينا إلى الآية الجامعة ليس البر وأن تولو يعني جوهرت صورة وإن شاء الله أن يحصل لها لأن من الملوان التوقف لحكم منه أحكم علمو الله جل فعله علمو بعضها قلتنا بجدئة من حيث انتهينا بل عوضا على البجئ بل عوضا على البجئ من حيث كان البجئ الكلمة الأولى أولا نجونا عندما مطلب ملح قد اضطه ضرورة من الحال هذه واحدة وثانيا لما نرى هو جيان من العودة والعودة وإحمد لأنه عود إلى الذكر الذي يتجدد بعجة النظر وترداده يزداد فيه تجملة قرآن والذكر لا يبلع لكثرة التكرار والترداد لأنه منصوف بالكرم حجاب كريم نولا قرآن كريم يفيد بالأنوار على مجدد النظر فيه ومطالعه وقاصد الاستنباط بشرطه منه نعود وقلت ولعود أحمد على الأدراج دون انزعاج إن شاء الله لما في ذلك من ترسيخ المستفاد الذي سبق أو جملة منه لابد لنا من الإجمال قدر المستصع ترسيخ المستفاد الذي أضر به البين وأنا كأول عزر فلابد ما أدلون بالواني العودة لتحقيق هذه الخرض وتانيا لتيسير تسجيل مبتوط هذه المادة على طالبها مجتمعة ونعود يسجل المادة التفسيرية من إلى ولم يسبق هذا اللون من بحشبه وقائمنا على هذا إذن إذن نعود من حيث البجأ ونطد على آثارنا قصصا وأملنا أن يفتح الله في العودة بما يكون في الابتجاه وفي العودة تسبق العرجة تمق المسر تبقى في العرز عند ملق لب الذولي فعند العودة تسبق العرز وتعالي لتحقيق مطلبين آخر قد ما إلينا من جهات وهو تخفيف البصر تقصر الإصالة والله ما كنا نقصد إصالة حتى قال قائل وقالت قائلة أنبما لا ننتهي من البقارة إلى انتظار العلمات الكبرى هذه أقوال لا ينبغي أنت قال هذا من جاهل فضلا عن فاضل ثم نعم نزولا عند رغب بشري كثيرين في هذه الملوان الإجاز فضلا نحكم بإمام تنسب إلي هذا الكرسي وابن عصية الذي سمت تفسيره بالمحرر الوجيز الوجيز هو الموجز معنى وفي خمس مجلدات ولو حرر النظر وفيها لكانت مجلدات عشرات المجلدات ولأننا فعلا نراها دائما عدب القول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من مئنة فقه الرجل كسروا خطبته وليس خطبت الجمعة فقط خطابه كسروا ما هي قسر وخطبته فقط في الجمعة كسروا خطبته ما هي قصور وخطبته القسر لا يحيل على القصور أي تقصير الإخلال بالمضمون وبالمعنى على حساب اللفظ على حساب المعنى تقصيروا باللفظ على حساب المعنى لأن الوفاء بالمضامين في أقصر عبارة سنوة وشسعة وإن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما دح جوامع الكلم قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أتيت جوامع الكلم واختصر لي القول أو الكلام اختصارا هذا صلى الله عليه وسلم وأعلن ورجو الله أني أعطينا هذه القوة على الاختصار الوجيز بسرطه بسرط الإجاز إذن نخفف وربصة مستطعنا إلى ذلك سبيلا سيلا بسير ضعفة هنا كما قلت ثم أيضا لا ننسى ونحن نبتد ما كنا قد صدرنا بهذه المجالس من الوقوف عند المقدمات التي تحصر في أصابها اليد تنتهي إلى عشر تسعين وعشر وقد ذكر منها صاحب صاحب المحرر الوجيز من العصية تسع فصول في صدر محرره الوجيز وهي تنتمي في جملة منها إلا ما سمي بمبادئ العلم مبادئ العلو الذي أسر إلى التلم شان بياش المحفوظة إن مبادئ كل علم أسراء الحدو الموضوع ثم التمر وفضله ونسبته وواضح والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائلون البعض من البعض اختفاء ومن حاز الجميع ومن دار الجميع حاز الشرف كثير من جملة منها سنتمي إلى هذا العنوان تعريف بما دي علم تقريباً لذي المبادئ ليس عافي صالب بهذا العلم وقبلها بغير نقفها عندها تعريف العلم هذا العلم الذي الذين قدموا الدروس في إيصاره هو علم والتفسير حدوه موضوعه غايته ثلاثة مهمة لأن مبادئ العلوم بعضها يرجع للتمييز تمييز العلم وبعضها يرجعوا للتحفيز تحفيز طالبه حين تحدثوا عن فضل العلم أنه حفزوا الطالب حين أننا نتخلموا عن الواضع وننسبه ونسبته فإننا نحفزوا الطالبه حين تحدثوا عن موضوع وغاية هذه مكتشمة بين تمييز والتحفيز ولكن لا يخرجوا بحثوا هذه المباحش عن هاتين الغاية قلت الارتباط بالمحرر الوجيز يعيننا ويسعفنا على تحقيق المصالب آنفة الذكر من الشير بيشير الضعفاء من جهات ومن اعتماد تفسير قال فيه الكبار إنه تفسير جامع بين الأسر والنظر وما واقع الموقع على اعتبار من أقابر أهل العلم بالتفسير حتى لقب عند الدهبي وهو من هو في السير بشيخ المفسري ومن أوعية العلم باللسان وعلوم الغر وحتى عند المتأخرين كابن عصور قال فيه إنه أحد عضادتي هذا العلم ومن جهة من معجه كان آلتنا عليه تفسير بهذه المكانة من رجل متلين عليه بهذه تنائم من الكبار جدير يكون موجه على كبار فنرجو أن يحصل جملة منكم على هذا الكتاب يعني أن يكون في ملكه ونتابع من جهان وسعفنا بمجدد من أحيانا يقرأ في الصبح الفلسان يقرأ هذا النص في باش نعزيم تسمى موتون العلم المدروس بحل النظم تتقرأ النحو من ألفية من المالك تتقرأ القراءات من حرزة الشاصبي تتقرأ الصرف من لمية الأفعال تتقرأ فقه العبادات المعاملات من عاصمية بن عاصم أو تحفة بن عاصم هو أكثر ذو لك بل إن عندهم من لا يحفظ المثل لا لا يتقوا بتلقيه ولا بتحصيلي هابد سوف القهو سوف علوم الرواية يقولون بلان يقرأوا بمضمني كذا وخذ النحو من كذا وكذا فهذل من النص تتضبط الطرق تتضبط الأفثانية وتتحدد المرجعية حتى لا يتقول أن البعض من نستقي مادة التفسيرية مما هذا لا يقال وأن وصول هذا العلم ومناهجه ومناهجه معروفة ولاحبة وخصوصا عندها للسنة لا لم يكن إنسان يتحدد في التفسير دون رجوع إلى جامع التباري ولا الاختصار من الكثير على الأقل لا يرجع إلى مدارك النس فيه أحيانا وإلى المختصارات كأنوار التنزيل البيضاوي لا يرجع إلى حواشي بعض المصنفات كحاسية الخفاجي وحاسية الطيبي وغيرها من وصول هذا العلم إلى مراجع المتأخرة كمالك الخطيب المصلي في أولى مقيل في آية التنزيل إلى طاهر التحرير والتنوير لابن عاسو الطاهر من عاسور رحمه الله حتى قال أمتنا إن العلم الذي بغي يقرأ كل شيء فيه هو علم التفسير حتى ورقة لو كتبت بقلم من يعد في في أهل العلم فإن بغي أن تقرأ تلك الورقة حتى أحيانا بعض الذين أفاضوا قبل عاسور قال إن في تفسير هذا أحسن ما في التفسير وأحسن مما في التفسير وهذا بأعتبار ما وقف عليه وانتع إليه وخانتما رجعه وخمسة أو عشاء الله لا تزيد إلى ما منحه الله تبارك وتعالى من فش النظري في الكتاب مما يعتبر من بناتي فكري التي تنسبوا إليه قلنا نبدأ إن شاء الله أولا لتريح ومعنا هذا العلم المشمى بعلم التفسير والذي هو رأس العلوم الشرحية أو الإسلامية أولها ظهورا وأصطعها نورا علم التفسير وفي ضمنه كل علوم الشريعة اتقال بن عصية في محرره إن هذا العلم يفتقر أنا شاب النص كلماته المتفسير يفتقر إلى كل العلوم لا يتحصل التفسير إلا بتصريف العلوم كلها هكذا يقول قريبا من نص خصوصا العلوم التي تنطلق منه ويرجع إليها في بعض الاستمتادات فيقالوا فيه أصلا وفرع أحيانا علوم الاستمتاد كعلم الأصول وخده من الكتاب ويرجع إليها في فهم الكتاب والفقه وخده من الكتاب ويرجع إليه في مصادر المدونة لتشميم الاستمداد فإذن لا تناقض حين نقول هذا من استمداد العلم استمداد علم التفسير ونقول إن العلم التفسير هو الأصل في العلوم يقول لها وسأولي عليكم إن شاء الله أبيتا ترشدوا إلى هذا من نظم الحافظ الديريني في كتابه وشما بالتفسير في علم التفسير نظم ألفي أو يزيد في هذه المسائل الديريني جاء حاجة تلميجة العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان من علماء القرن السابع الإجل وله مظموط فائق في تفسير القتاب مقدمته من الإجل لما يبغي أن تنظر في هذا المدمار إذن سنصلط الضوء بجزاء على تعريف هذا العلم وما إليه ما يوضح من بيان موضوعه وغايته وما يقبل إن شاء الله من حديه وتعريفه وتانيا إلى ترجمة العلم من العلم إلى العلم العلم هو الإمام بن عصية الذي انتشبه له هذا القرسي ومصنطه في التعريف به أيضا هنا وبيان مصادره فيه ومنهاجه فيه بغاية الاختصارة حتى لا نوصل نريد أن نصل إلى الابتداء بأم القتاب وقبلها بجملة الاستهلال تعودا وبسم الله لانتقال إلى صورة الحمد قلنا ذلك التوصيات أن نؤخرها إن شاء الله إلى حينها نبقي في الوقت بقيه ونبدأ بتعريف بالعلم فنقول علم التفسير علم يعنى علم علوم الشريعة اقتعا وعلم يعتني أساسا ويهتم صفحة شاسية يعنى بألفاظ القرآن ودلالاتها أي معانية لإفرادية والتركبية رجعت إلى معاني المفردات أو إلى معاني النظم التركيبي والسياقي لغرض بيان المراد من ورعي هذه الألفاظ وذلك من النظم بيان المراد مراد من منزل الكتاب يقف على مراد الله من هذا الكلام بحسب الاشتهاد يقف على المراد بحسب الاشتهاد والطاقة عينا بالإجاز وأخرى بتوسع أحدا كما ترى التفاسير الموجزة المختصرة والتفاسير المشهبة المطمبة المتوسعة إذن العلوم تتمايز بموضوعاتها وحيث هي هذه الموضوعات كان موضوعات المتوسير ألفاظ القرآن من هذه الجهة وفي هذه الجهة إن فك عن علوم وفارق علوما أخرى كعلم القرآن موضوعه ألفاظ القرآن ولكن من حيث أداؤها واشتلافها معزول لناقلة وعلم الرسم موضوعه ألفاظ القرآن ولكن من حيث رسمها المتفق المختلف بحسب المصاحف إذن اجتضح الموضوع ارتفع الشكال وبان الحج علم الذي يقتصر على هذا النظر فلو رأينا علم يهتم فقط بالألفاظ المفرجة كان هذا من علوم التفسير كعلم الغريب وليش ها علم للتفسير بهذا الإطلاق من علوم التفسير وعداء اللي ففيه وهناك من أطلق فقال هذا علم معلوم التفسير لأن المفاشيح الأولى للتفسير هي مفاشيح الدلالة الإفراجية من تقول مثلا قول أعوذ برب الفلق تحتاج إلى معرفة معنى أعود تعود ومعرفة الفلق ومعنى الرب ثم معنى جملة أعوذ برب الفلق تنتقل إلى دلالة الجملة الخبرية يرد بها الطلب ولماذا ودقائق أصرها للبيان والبلاغة شنو رأيتك ثم ثم أن هذه الغاية المذكورة بجمنا في الحج هي منه لأن الغرض هو الوقوف على مراجل له بالقطع وبحسب الاجتهاد وبحسب الموارج لأننا في الآيات ما هو معلوم مراد الله فيه بالقطع كان مبينا من شيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساند مرفوعة لكلاما فيها وكان مبينا بالكتاب نفسه فيما رفع فيه إجمال ببيان كمشي أو ما قيد فيه مطلق أو أو شيئا من هذا القبيل فإنه يمكن أن نقول في هذا القطع على مغيب مغيب معنى هذا مراد من القطع لله وما كان محشملا فإن ربنا سبحانه أراد ذلك منا أن نجتهد في فهم كلامه بحسب ذلك وتتنوع المدارك وتتنوع المواقف وكلها مسمولة من جهة بعفو الله ورحمته لأنه هو الذي أراد هدلون من لوان الاختلاف ويقولون إن الإنسان حين يفتح عليه يوظف الاختلاف لمصلحة في الجمع وإذا فتن فتن وضف الجمع لخدمة الفرقة ونعوذ بالله من الانتكاس والارتكاس يعني تضيق يضيق الفكر فيضيق الصدر يضيق الفكر فيضيق الصدر بالتبع فتحصلوا هذه ألوان من الشدود ومواقف الشوفينية كما يقول البعض طيقة والتي لا تتنسب مع دين ودين الجمع ودين الأمة الغاية فهم مراد الله فهم خطابه هذا يرفعوا هذا العلم إلى مقام رتبة الأولى ولذلك نرى وشترون حين تنظرون في مقجمة المحرر الوجيس أن ابن عصية حين أراج أن يتحصص في علم التفسير وفعلا هو تحصص في كما سيجيون وليس له مصنف إلا في التفسير من المقلين سلوه إلا كتب آخر في برنامج برنامجه فأرس شيوخه واختبع وله كتاب لا يزال منفقودا ذكره ابن الأبار في المعجم وهو كتاب الأنساب رد فيه على بعض الذين أنكروا بعض الأنساب العربية في الأندلس فرد عليهم وأبان عن العلمين بالأنساب ووصولها كما هو معروف في هذا العلم يقول في مقدمة تفسيره مبينا دواعيا تصدي لهذا العلم وأنه سلك المسلك الصعب للوصول إلى هذا الغرض فقال ما رأيت العلوم فنونا المعارفة شجونا وعلمت يقينا أن المتطلع هم الذي شرئبوا إلى مقام التحصيل فضلا المقام التكمل وتكمل لابد له من أن يأخذ من كل علم بطرف خيار شيء بمطلق طرف بطرف خيار حتى إذا اكتملت ملكته واستوت نجزا تخصصا في أجل العلوم وأشرفها وعلم التفسير وهذا سلك وأبان عن شرف هذا العلم لأنه شرف باعتبار جهات ثلاثة هي مرجع الشرف في العلوم كلها شرف الموضوع كلمات الله وفضل كلام الله كفضل الله على خلقه الحديث الصحيح شرف الموضوع وشرف الغاية فهم مراد الله لأنه فهم خصاب المولى وهو أجل معتنى به وأجل أجل معتنى بالإنسان فهم خصاب الله وكنا لا يعد علما إلا من فهم الخطاب شدنا علي قرم الله وشاهد وقرى عنده جابر ابن عبد الله فوصفه بالإلم قال ذلكم العالم فقيل له علي تصف جابرا بالعلم في مجلسك فقال إنه يفهم قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لراد تقال معه قلت شرفوا هذا العلم من جهازه التلات شرفوا الموضوع وشرفوا الجوار وشرفوا المصدر المتكلم به الله كلام الله ووحيه إلى أبياء وخاتم الصفات المميزة لهذا كلام الخاتم وشرفوا غايته الذي قلنا فهموا الخطاب أتره وشيدة شرفة من هذه الجهات كامل ووحد مقدمان سيدنا الراغم الأصبيان صاحب المفرسج إنه كتاب يسمى بجميع التفاسير طبيعا منه الموجود وإمام عالم في فهم جقائق البلاغة والبيان وأسرار القرآن يقول بأن العلو تتفا من جوانب ثلاثة هو اللي قلنا لكم أولي من حيث شرف مضوع هذا العلم اسمه صناعة الصياغة الصياغة صناعة مضوع الداب والفتزة وهجة الدباغة هذا الصياغة وهجة الدباغة مضوعها إصلاح الجلود فتتفاضل باعتبار مضوع الاشتغال وهذا فائدته حيث فائدته هذا علم الطب في شفاء الأجساد هذا علم الدين في شفاء النفوس وهي أرقى تفاضل بتفاضل لمضوعاته ومن حيث الصورة قلت صناعة السيوف وهذه صناعة القيود والمادة واحدة هي الحجيد في صناعة السيف صورة هذا السيف هذه صورة القيد هذه صورة تذكر فاذكروا معها السجن العبوزية وكل ما تشع وهذه تذكروا فاذكروا معها النصر والسلف إلا ما اشتدني الأصل هو هذا هروا باعتبار باعتبار الموضوع باعتبار الصورة باعتبار قلنا مؤتمرته الفائجة مؤتمرته التفسير هو شعادته الدارين إذا فهمت قلام الله وأعينت على النزول عندما اصغالي به لأن العلم لا يقف عندما تحصيل المدرقات عن مدرد الفهم لابد من من تمتل لأنه غاية الغاية استمل يقول الله سبحانه وتعالى كتابه نزلناه إليك مبارك هذه الصفات الدائمة فإن تتجلى بركته ليتدبروا آياته كان فيه إرشاد إلى مفتاح البركة القبرى حتى ليقوا لقائل وبركة الله وبركة التلاوة وبركة الرقيا هذا شيء يقول لك إيه ولكن القرآن يحددون عنه عن بركة الأسماء والعلى ليتدبروا وتدبروا إعلام إعلام إعمالوا النظر في الآيات لفهم مراد الله من خطوره ودهبوا ودهبوا بالنظر إلى غاية الغايات المتاحة من وراء اللفظ لأن المعنى وراء اللفظ ودبره وعاقبه ففي كلمتي تدبر من معنى الأدبار لكن في محلها لأن المعنى اللفظ هو الذي يبدو أولا ثم يختفي المعنى في أدباره وربما وراء هذه الأزبار فالنظر بعمق وسمى تدبور هذه الغاية الأولى وبها وبها كان تفسيره شريفا ثم يدر غاية أخرى من بعده لهذه الغاية الأولى وهي واللي يتذكر الخصوص ليتدبروا آياته هذا خطاب لمن يملكون يتدبر ولم يتاحوا له ذلك في أقسام القرآن المختلفة القسم الذي لا يهدر أحدهم بجهله كما سيجعون والقسم الذي هو من خصوصية في نظر العلماء القسم تالك الذي يفهم من كلام العرب وعلم غريبهم أشعارهم أما القسم الذي مستأثر به فيؤمن به ويمر وسنبينه مستويات تسليم للنص الغيبي إن شاء الله متماحنا عنا لنا موضح لبيانه ذلك إذن ليتدبروا آياته أولا وليتذكره أولو الألباب ويتدتنبيه على غاية الغاية وأن الغاية الثانية من وراء الفهم هو التذكر ومعنى التذكر هذا عنوان الالتجام الإنسان متى يخطئ إذا غفل ومتى ومتى يستقب إذا ذكر فيقين الدكر منك حضوره عنوانه لإنسان الدكر يجعل العالم أحيانا كجائل ولله صاحب جوهر المكنون كقولنا لعالمين جغفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرتي أنت تقول أهله وهو من أهل الذكر ولكن نسي فأصبع في هداد أهل الجائل تنزيلا نزل من زيلة الجائل بسبب فقده لهذه المعرفة قلت له عليم نبال الذي آتنا وآياتنا فانسلخ منها هذه الآية خطيرة خطيرة جدا وفيها من إعجاز البيان الله بيعني انسلخ انسلخ فالإنسان حين يفقده سلخة السلخ والجلد يفقد التمييز الفطري لأن الجلد مميزة لنا سمنا بشر أنا متميزين بالبشرة بالبشرة فالإنسان يفقد الجلد يفقد يفقد الملامح المعينة شوف عندي شوفوه يرد حرق نعوذ بالله من عضو بالله وناره تخرق وجهته متميزا تتشوفوا له مبصمات شيء أخرى يعرفوا به تم حرق جلده شوف جلده مميز في الوجه أنا وليه يتميز شوف يطلق ولي الذكر تذكر ولي الذكر هو غاية ثمرة المجتناه من وراء التدبر تدبر والتدبر تستحضر وتستذكر وتعتبر وهنا مربط الفرس مقصد المقاصد وكل هذه مقاصد في الكتاب لم ينزل رأسا للتدبر والتذكر تحفظوا لا بد من حفظه قالوا العلمي وأول علمي الذكري يشقانوا حفظه هذا من المقاصد ولكنه باعتبار هذه الغاية وسيلة إليها وهذه الغاية أيضا تفسيرية غاية لما وراها هو استحضروا هذه المعارف والنزول عندها في كل المواقف هذا جبار وكان الذين من قبلنا وجير الصحابة كانوا يحوذون القرآن ومعه المعارف ومعه وتفسيرهم لا يتجاوزون عشر آيات ما فيها وكيف يقف الواقف منها وما دعا لي فيها مما يلتجي فأخذوا العلم والعمل معا فكانت نورانيتهم بصحبة النبي وهذه المنهاج المنهاج المحمدي يتقادتهم لهذه المنهاج الاجتماع أن يجتمع فكره الواحد مسلم وقلبه قلمه عرادتك والعقل عرادتك ورؤيك وإنما يشتقي استفقت الرؤية مع الإرادة يقول علمت والتزمت ما عرفت وانعرفت فهناك المشكلة مشكلة الفصام والتزمت وسمى في لغة القرآن بالنفق بمراشبه وسوري إذن علم التفسير والذي يشمع بعدي العبارة ويضف إليها التفسير قالوا تفسير القرآن أي علم بيانه شوان تعلق باللفز واحد بالألفاظ الغريب بتعلق بالنظم أم بالسياق الكل سواء في ذلك ما يرجع للأخسام التي قلناها قبل من المشتأتر والمعتبر من الشتأتر الله به فهذا حظنا منه وحقنا فيه والمعتبر الذي هو موضوع للنظر يساسنه وهي شلاشة أثلاث الكتاب وهي شعة وعظم التفسير قد نجد الذين ينظرون في علم التفسير ويفسرونها عبارة أخرى ترج تجاه معجل العبارة التي هي التفسير وهي التأويل فيكون من 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 أن يميز بين قولهم تأويلوا الآية وتفسيروا الآية أو تفسيروا الكلمة وتأويلوا الكلمة وإذا نظرنا في اللي جينا وقفوا عند الاختلاف نجي جاء ملاك مسألتي باختصار ونحن في مقام الهرولة لأننا بجع بجنا من حيث البجع بهذه المساحة الطويلة هذه نظرة سنة هناك قولون بالترادف وقولون بالمباينة وقولون بالتداخل بالخصوص ولهم فقالون بالترادف وهم الأكثر ولا شعر ومنهم الراغب أصبعان ومنهم عالم اللغة الكبير أبو بيدة معمر بن المتنة صاحب مجلس القرآن ومنهم هو الذي يظهروا من تصرف بن جريد التباري في تفسيره حين يقول مع كل آية تأويلوا قوله تعالى تأويلوا آية قوله تأويلوا هو يعني التفسير فإذن هذا نحو منه ميل إلى أنهما مترادفين وقالنا بالله أنهما غير مترادفين منهما خصوصهم أو مباينة يقول أن تفسير يتعلق بما كان قطعيا أو ظاهرا متبادرا لو يشوشوا عليش حتى الضغور مستوى مستوية الدلالة قد يجيني إن شاء الله في دلالة الأرفاظ تكونوا نصا وقت تكونوا ظاهرة ويدون النصي وقت تكونوا موصولا إليها من طريق التأويل برفع المرجوح إلى مستوى الراجح لدليل أو قررنا هذه مستوية الدلالة إن شاء الله هي في الأصول وهي أيضا في التفسير حينها من استبداد حين يقول هذا من علم الأصول قواعد الأصول هي من استبداد هذا العلم فهذا الذي نريده مع أنها أصول هم أخذون من التجاب التفسير يتعلق عند بعضهم بالمفردة تكونوا بصدد غريب وضع المعاني الغريب تكون هنا في محل تفسير هذا ما تفسيروا عزين في قوله شعلا عزين فما للذين كفروا قبلك وما تفسيروا قبلك يكونوا بصدد يتفسير المفردة يقولوا هذا يفسير ويقولوا بصددد تفسير التركيب والنظم فراغ عليهم ضرب باليمين يكون راغ معنا وباليمين وراغ عليهم ضرب باليمين ايه بصراحة يضربهم بقوة أو يضربهم بيدي ليمنى وما معنى ذكر اليمين عبراهيمية هنا المعاني في سياقها ونظمها هذا بحج تأويل وخيرا أن التأويل يقال فيما لا يكون دليله أمدله وقطعيا أن يكون في مقام الاحتمال نص محتمل لمعاني ووجوه وهذا كثير في الكتاب ولا يستغرب القرآن بحر وتقال الإمام علي لا يثقه القرآن من لم يرى له وجوها ونزيد وجوها يمكن جمعه بينها ودفعه التعارض الحاصل عند قليل الفكر والنظر لابد تفسيره إجن عندما نرى أنه غير متراضف يقول بأن الإطلاق في الأصل مختلف نقول فسارة وفسارة وكلهم يعني واحد مضاعف مضاعفون بمعنى بمعنى المخفف فسارة وفسارة وكلهم متعدين فنقول مضاعفون تضعيف فيه للتعادية بل المخفف ضد تقوية فسارة أقوى من فسار نفيد شديد في اللفت شديد في المعنى تقوية فمراده بفسارة هي كشف المغطى أبان وكشف المغطى ويسعف هنا في الدلالة هذه أسلوحة ويقال إذا قلنا بين الأسلوح في الدلالة الحيسي ومنها يقول تقول العرب فسارة الفارس إذا جرّد ظهره عما يمنعه من الانطلق جرّده لينطلق أعرّى الفارس فسارة إذا عرّى ظهره لينطلق إلى غايته فتعرفوا هامر يشفار السيكون مصدد الرهان وهو حامل البردع يعني حامل السرش مجرّد نوعينه أهلاً إنطلق فكان الفسار فعلاً إذا هو إزالته ما من شأنه أن يمنع الناظرة من وصول الغاياتي التي أوضي على هذا المغطى فرجعاً المعنى المعنوي أو النفسي أو العقلي إلا معنى الحس تشفوا ما من شأنه أن يجعل إلى الألفاظ والتعابير والأسلوب يعني بيننا وبينه ما يمنعنا من الوصول منه إله لغاية مراجي منزله إلا المعنى لأن المعنى هو القصد قالوا فولان هذا اللفظ هذا المعنى وش اللفظ مقصود لللفظ معبجاً الألفاظ مقصودة لمعانيها والمعاني المقاصد عانى بكذا ماذا تعني ماذا تقصد في المعاني هي مقاصد الألفاظ مقاصد الآي هي معانيها وهذه المقاصد تتوزعوا في القرآن على ما سبق القتلكم تتوزعوا على موضوعات فتجد معاني تجد مثلاً تصل معاني من هي مقاصد في موضوع القصص في مواضعها في موضوع الأحكام في مواصنها في موضوع العقائد في محلها ومواردها ويكون الناظر في كل ذلك بحسابه محتاجاً إلى علم يسع نظره فيه ولذلك حين نقف اختلاف التفاسير بمدى نفسر الاختلاف محسروا بأمور أولاً هذا التنوع في موضوعات الكتاب وتانياً تنوع في مشارب المفسرين تخصصاتهم فتجد المليء والضليع ورسخ القدم في علم مثل النهو يهتم غاية بالصناعة النهوية والضليع والرسخ القدم في علم البلغة يهتم بالدقائق البيانية ورسخ في علم الكلام عقائد يهتم بأيات الاعتقاد ورسخ في علم الأخبار يهتم بالقصص وهكذا تنوعت التفسير ولكن الفن الذي تجده متكرر ولا ينفقه هنآية هو العلم الذي يربطك بدقائق البيان وأسراره ولذلك فاقت التفسير وغيرها تلك التي اهتمت بهذا الجانب البياني والبلغ والذي قلت له والصناعة أيضاً احتى على مستوى اللغة من صناعة اللغة غير صناعة البيان وأسراره واشدنا ابن عاصر حين يقول لما جاء القرى الخامس ظهر الرجلين رجلون في المشرق اسمه أبو القاسم محمود الزبخشري وأخر في المغرب اسمه أبو محمد أبد الحق ابن عاصية الغرناص صاحب المحر قالوا هداني عضادة الباب ومن بعدهما مؤتم بهما من أولي الألباب أنا ما يقدرش يخز من شيء والفارق بينهما من الأولى أرغم قغوصهما على المعاني كل منهما يغوصوا على الباناة ويتوسلوا بعلوم اللسان والبيان إلا أن الأغلب على زبخشري النظر في دقائق البيان والأغلب على ابن عاصية النظر في خصائص اللسان بصناعة اللغة والإعراض جاء الناس من وحي الجمح وجعله في مصادر في مصادر المهمة في التفسير التي يرجعوا إليها فصيبوا نفسا بماذا المصدر الذي أضفنا ونحن في الحقيقة نريد وصل المنقصع وفاء للسلف سلفنا يعني جاء إمام نعم التفسير في ربوعنا الغرب الإسلامي كان يطلق المغرب والأندلس في حق هذه العدوى الدنيا والعدوى الأخرى للأندلس خصوص أنه كان في عدل المرابع الشيء ومحكم المغرب كانت الأندلس نشابع لهم في أيامهم وقد زادوا في عمر الحضارة الأندلسية أربعة قرون فإذا وصل المنقصع ورأب المتصدع والوفاء للسلف من الخلف نجوة أن يكون لنا نسبة من هذا الذي نذكروه إن شاء الله يدلوني ملواني ملواني لحياة تأويل قلنا فشهر يرجع لكسفي المغطى وبيان الغامل الحلولة بين اللفظ وبين إزالة الحائل بيننا وبين مراد الله من خلال إما غريب وإما مشكل نظم وإما غيرهم من الأشياء التي تدعو إلى لهم لوني الإزوحي وتانيا أن التأويل يفترق من حيث الاشتقاق هذا من أدلة الذين يقون به تمايج يقول التأويل يرجعه إما إلى الأول وهو العودة الرجوع قال إليه رجع إليه والموئيل المرجع وفي أدلة حقيقة نجد أن الناظرة أن المفسرة ماذا يرجع الكلام إلى ما يدل عليه تقول هذه اللفظة ترجع لي معناها كذا وكذا وتأول إليه فهذه المنوان الرد سواء على مستوى المفردة أو على مستوى الجملة أو المثل المضروب أن معناه كيت وكيت في إنه يبحث لها عن مرجع وكي إنه مرجعه إلى الإيالة الإيالة هي السياسة في الإمارة سياسة الجماعة والمفسر يسوس الكلام وينظر في رج بعضه إلى بعض يسوس الكلام وينظر في مباجئه ومقاصئه ويحمله على ما يدل عليه فهذا اللون الملواني من ألوان التمييز يجعلنا ننظر إلى أنه من جهة يمكن رد التأويل إلى التفسير فيتفقاني كما وامد أبو البعض أو نفق بينهما على أن التفسير كشف للمغطى بجلاء فيتعلق بالقطعي والظاهر وما كان من قبل المفرد وهو كذلك يرجع لهذه المعاني وأن التأويل يرجع لمكان عقلي أو مكان مفتقرا إلى ترجيح أمام الدلالات المختلفة بدليل أو قرنة تجعل المرجوح رجحا بهذه الملواني أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم أولي الحديث بقية إن شاء الله